هي واحدة من بين المدن الجزائرية التي صنعت الاستثناء طيلة المحافل الرياضية التي كانت الجزائر مسرحاً لها أم الحواضر وعاصمة الشرق الجزائري قسنطينا استعدت لولمبياد العرب لما لها من خبرة تؤهلها لاحتضان هذا النوع من الألعاب سواء من الجانب اللوجستيكي أو الهياكل الرياضية خاصة وأنه سبق لها وإن احتضنت جزءاً من منافسة الشان والكان لأقل من 17 سنة ما سيسمح لها بأن تكون في المستوى المطلوب والله من خلال اللي شفناه في الملاعب التمارين واللاعب المباريات صراحة شيء فوق الخيال شيء صراحة جداً جداً رائع من ملاعب ببنية تحتية على مستوى العالي من ناحية الأرضية الملاعب من ناحية المنشأة الرياضية على مستوى عالي كل متطلباتنا اللي نحتاجها سواء في الميدان أو خارج الميدان كلها كانت متواجدة بكل احترافية للأمانة المرافق الرياضية التي تعززت بها الجزائر على اختلاف تخصصاتها مكسب يمكنها من احتضان كبرى التظاهرات الرياضية صراحة الجزائر عندها الامكانيات وعندها الكوادر اللي قادر انها تستضيف الفعاليات الرياضية بكافة الألعاب وبصراحة المرافق الموجودة من ناحية مثلاً نحن نحكي الفنادق الملاعب التدريبية الملاعب اللي عليها الألعاب الرسمية فيها كافة الاحتياجات والمنشآت انها قادر تستقبل أي حدث رياضي كبير المجهودات الجبارة التي تبذلها الجزائر حكومة وشعباً من أجل إنجاح الحدث الرياضي العربي هو امتداد لنجاحات الجزائر الدولية والإقليمية على اختلاف مجالاتها وجاء ذلك ليؤكد مرة أخرى عودة الجزائر القوية على الصحة الرياضية الدولية لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية